ترجمة نانسي قنقر حان وقت الاستراحة والنوم سأجد مكاناً مريحاً و... سنفور كاسلاند إلى أين أنت ذاهب؟ عد إلى العمل حالاً كباقي زملائك حاضر بابا سنفور هؤلاء السنافر كم يتعبونني مرحباً يا قوي كيف الأمور؟ بخير بابا سنفور هلأ قذفت لي الرفش؟ تفضل لماذا هذا الرفش؟ آه إنه لي يا بابا سنفور يوهو بابا سنفور ألا تحب هذا اللعون؟ لقد انتقيته بنفسي وهل رأيته جيداً أم كنت مغمضة العينين؟ كم هذا مضحك يا بابا سنفور لطالما قلت إن بابا سنفور سنفور مضحك جداً لا يمكنني التحمل أكثر من هذا سنفور كسلان اذهب إلى الغابة واقطع بعض الحطب الكثير من الحطب وبسرعة لماذا لا يسهل العيش مع هؤلاء السنافر؟ هم يدفعونني إلى الجنون المسنفر آه حطبتي الأولى ابتعدي أيتها الزبابة ارحلي اذهبي انصارفي حالاً ابتعدي آه 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 أوه لقد عططني ما الذي يحدث؟ أشعر به النوم 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 استغرخ سنفور كسلان وقتاً طويلاً للعودة لا بد من أنه يضيع وقت عمله في الواقع لا تهتم مفكر اذهب وابحث عنه حاضر بابا سنفور يا كسلان أين أنت النوم 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 بابا سنفور بابا سنفور النوم النوم وجدت كسلان لونه بنفسجي وكل ما يقوله هو النوم لطالما تكلم كسلان عن النوم بهذه الطريقة النوم هذا فعلاً رهيب لابد من أن زبابة بنفسجية عضت زبابة بنفسجية؟ اوه ها هو النوم 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 إنه يتجه نحو القرية اقبضوا عليه من هنا أوقفوا هذا السنفور النوم 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 لقد قبضنا عليه مسكين كسلان خذوه إلى مثله النوم النوم آخر حالة مماثلة حدثت عندما كنت سنفوراً صغيراً بل كاد كان عمري مئة سنة ولا أذكر تماماً ما كان العلاج في ذلك الوقت علي إيجاد الوصفة المناسبة لمساعدته النوم أوه هذا السنفور البنفسجي يعضني إنه 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 النوم 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 يا لسامبرا العدوى تنتقل ليخرج الجميع علي إيجاد علاج قبل فوات الأوان أيها السنافر لقد وجدت العلاج لكن لاختباره نحتاج إلى سنفور بنفسجي سيكون الأمر خطرا فسنافر البنفسجية معدية هل من المتطوعين؟ أنا 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 حسنا لنفطرق ونبحث في كل شجيرة النوم النوم هاي انظروا وجدت واحدا النوم النجدة النجدة النوم النجدة لقد عضني وأشعر هاي لقد قبضت على سنفور متحول أم فكر لم أعرف أنك بهذه الشجاعة يا سنفورة لم يكن هذا النوم شيئا حسنا لنبدأ العمل شاطر اخرس له ذي ذا النوم 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 ما زال بنفسجية بسرعة فك خائده وضعه في السرير مسكين سنفور أجل هذا الأمر يقطع الشهية النوم أو لقد عضني النوم النوم بابا سنفور النوم أو هذه كارثة علي إيجاد علاج أخر نوم يا سنافر آمل أن يفي هذا المرهم بالغرض لكن مرة جديدة أحتاج إلى متطوعينك لا 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 أو هكذا إذن أنت وأنت وأنت تم اختياركم هيا سنفر أوامري حاضر بابا سنفور أحسنتم يا سنافر والآن علينا أن نضع المرهم النوم 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 سنافر لم ينجح أي يوم من علاجاتي والوقت يداهمنا انتقلت العدوى إلى خمسة عشر منا النوم أو وهذا السادس عشر أو السابع عشر علينا شفاؤهم قبل أن ننقرض جميعا أملنا الأخير هو إلقاء القبض على الزبابة البنفسجية قد تكشفوا لنا على العلاج هيا اذهبوا وحظموا سنفرا النوم أوه لا سنفور آخر أوه لقد قبضنا على الزبابة البنفسجية قبضنا عليها أحا أعنى أسلا أعنى أسلا أحنى أسلا أحا أعجبوا أم أتفледق هاي! ضعني أرضاً! النجدة! النجدة! آه! زربت كل العلاجات ولم ينجح يوم منها! سأطعمها هذه الزهرة الزرقاء وأذهب لي أرتاح! وجدتها! أصبح لونها أزرق! هذا هو العلاج! لقاح الزهرة الزرقاء! بسرعة يا سنافر! اجمعوا كل أنواع هذه الزهور وسنفروا في ذلك! النوم! 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 أحسنتم يا سنافر! اللقاح جاهز! عندما ينفد أعد التابعة من هذا المرتبان! بابا سنفر! بابا سنفر! انظر! ها هم السنافر المنفسجيون ينصلون! نوم! 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 نوم أناوم لا تستسلموا يا سنافير أناوم 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 كافحوا جيدا يا سنافير الصغار سنافر أين أنتم؟ يا أهل السنفرة أنا الوحيد المتبقي وأنفد اللقاح مني علي أن نحضر المزيد من المختلف النوم 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 اه 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 اطشه اطشه لقد شو فينا هاه يا هاه يا هاه يا للمنظر الجميل الذي اراه امامي لن أتذمر مجدداً أبداً منكم يا صغاري الأعزاء أحبكم كلكم تماماً كما أنتم ونحن أحبك يا بابا سنفور النوم 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 مفاجأة النوم النوم حسناً حافظ بابا سنفور على وعده فعلاً ولم يتذمر أحباً ها أنظروا إلى سنافر الصغار يعملون مرة في السنة يظهر توت النشاط الأخضر الكثير العسارة والقطع في اليوم أنا أحب توت النشاط ألا تحبه مغرور؟ بصراحة سنفور يتضارب اللون الأخضر مع عينيه يام 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 لو كان عندي المزيد من الأياد أه أه أكل كل ما تحتاج إليه هو المزيد من العضلات أرأيت؟ آه يا للهول هذا مشوق فعلاً أليس كذلك؟ آه تحقق أكثر أحلام غرابة حبة توتن عملاقة أنا رأيتها أولاً إنها لي إنها لي لي أنا آه أهه أه آه ضيد آه أنزلني آه أه أه خباً ر horsد ماهلاً يا سنافر هدوء ر بد رد رد ر د يطلب هذا الضفضع من المساعدة آه ح还 من miners ر beneath رض Salt رض 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 يوجد أمير حولته عجوز شريرة إلى ضفضع وهو مذاك الحين يجول في الغابة يبحث عن علاج لتزداد الأمور سوءا ستبقى التعويذة إلى الأبد بعد ثلاثة أيام واليوم هو؟ اليوم الثالث تعال يا صديقي يجب أن نذهب إلى وادي الفطر السام لتحضير مادة طبية نادرة من التحالب عندها تعود أميرا مجددا سنفر القرية جيدا أثناء غيابي إلى لقاء إلى لقاء يا دفدع بابا سنفر ذاك يمكنه أن يحل أي مشكلة اسمعوا آخر من يصل إلى القرية سنفر عفن أوه ليتني كنت بابا سنفر لغيرت الكثير من السنافر لشفيت قوي من فجاجته وغبي من غبوته لجعلت كل سنفر كاملا مثل أنا وجدتها هذا تماما ما سأفعله بغياب بابا سنفر سوف أستعمل مختبرة حين يعود بابا سنفر ويكتشف مفاعل سيجعل مني بطلا الآن سأضيف القليل من نسفوق العشبة البرية وأنتهي يا لسنفرة إنه فارغ حسنا سوف أستعمل القليل من هذا بدلا منه أوه مؤصف فعلا أن ينفد من عندنا هذا المسحوق أنا متأكد أن عند شرشبيل الكثير منه لكن لا يمكنني استعارة القليل أو يمكنني ذلك إله 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 إلي أنا أنت دائماً تعترض طريقي أوه آسف مفكر دعني أساعدك هؤلاء السنافر لن يتغيروا إلا إذا غيرتهم أنا الواجب ينادي وأنا مفكر يجب أن ألب النداء حتى لو عنا ذلك الذهاب إلى ما أنزليش أرشبيل سوف أخذ عليكم أيوا السنافر الصغار عرفت أن عنده الكثير من الأشبة البرية سوف أخذ عليكم أيوا السنافر الصغار سوف أخذ عليكم أيوا السنافر الصغار سوف أفعل نعم سأخذ عليكم سوف أخذ عليكم سأخذ عليكم حتماً ما ماذا؟ أشتم رائحة السنافر ما هذا؟ عزيزي شرشبيل احتجت إلى القليل من العشبة البرية لأشفي السنافر تركت لك مقابل ما أخذت السنافر التوقيع السنفور مفكر توت السنافر ترك ذلك الصارك أثراً صغيراً يا لحظنا سيقودنا هذا إلى قرية السنافر هذا سهل للغاية هالون أكدوا أشعروا بالذنب يشبه الأمر السقوط عن جذع شجرة لا سيدفع السنافر الثمن غالياً جداً تعرف شيء عن هالهول؟ الفرق بيننا وبين السنافر أننا نستعمل عقلنا انتبه إلى خطواتك يترك السنافر آثاراً خادعة لن يستطيع نبات السماق إخفاءه السماق؟ لكن لدي حساسية من السماق لا يمكن أن تكون قرية السنافر أرعب بكثير إن هالهول لا يمكن ذلك كدنا كدنا أن نصل هالهول كدنا أن نصل أشعر بذلك غير معقول لقد هرب أنا أكره السنافر أنا أكرههم أكرههم مهلاً إن لم تكفي الكمية فسيحتاج إلى المزيد وهذا يعني أن ذلك الصنفور الصارق الصغير سيعود تعال هالهول لدي خطة إذا كان السنافر بحاجة إلى لعنة فسيحصلون عليها هذا سيشوي لهم كل شيء بما في ذلك التنفس أنا شرير ولئين أحب تعذيب الآخرين لا زيما السنافر الصغار لن يهربوا من براثن هالهول سوف يندمون وإلى طيور صغيرة يتحولون أنا عاجوز لئيم شرير الأكثر شراً في هذا العالم أنا شريف ولئيم سأجعل السنافر يمراضون يسهدون ينرؤون وبقوة يبكون الأغنياء ستؤلمهم كثيرا معيداتهم مع العلاج وإلى طيور صغيرة سوف يتحولون أنا لئيم شرين أنا الأكثر شرا في هذا العالم أنا شرين ولئيم أحب تعذيب الآخرين لسيما سنافر الصغار أحب هاي مفكر ماذا لديك في الحقيبة المضحكة؟ العلاج الوحيد لكل مشاكلكم أترون؟ سيشعر ببا صنفور بالفخر لما أنا على وشك فعله لجنس السنافر لكن مفكر لا شيء فيها ها؟ هيا استمروا في الضحك سأثبتوا مدى روعديك سنفور انتظروا وسترون ها قد جاء هلول ها قد جاء عرفت أنه سيفا حان وقت لهم غلاج للأمراض كلها هذا أفضل من طن من تلك العشبة البرية الكريهة لكن رائحتها أبشع بكثير حسنا من سيكون الأول ملعقة واحدة من علاج مفكر وستشعرون بأنكم سنافروا جدد لكنني لم أشعر بحال أفضل في حياتي وأنا لم أشم شيئا أبشع من هذا في حياتي أجل، يمكنك أن تحتفظ به مفكر؟ لا، لا نريده مقرف جدا لا يحضر مقرفة جدا لا 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 لا، تيري ريدا عجبا أكل تبدو جعانا جدا أجل حسنا لما لا تقرع الجرس وأنا أحرق لك الحساء حقا شكرا مفكر سيشكرونني على هذا الحساء الجاهز سنفر إلى هنا هاي، اتركوا لي القليل سوف يشكرونني على هذا أوه، فجأة لم أعد أشعر بأنني بخير أجل، أنا أيضا سنفورة يا لسنفرة السنافر، ماذا فاعلت؟ كفا، توقفوا، أنتم تشبهون مجموعة من الطيور ياي، أظن أن الطيور على أشكالها تقع أوه، لو كان بابا سنفور موجودا لكنه لو كان موجودا لم أسامحني أبدا يا لسنفرتي لا أحد ألجو إليه باستثنائي شر شبيل من طرق الباب؟ ها؟ سنفور؟ ابقى خارجا أنت مريضا، رحل من هنا أنا لست مريضا، أنا مفكر وأنا أحتاج إلى مساعدتك مساعدتي أنا؟ إنه يهذيها له، لابد أن المرض أثر في عقله أو أعرف أنهما كان علي استعمال هذا العلاج لكنني كنت يائسا والآن السنافر كلهم مرضى فقط مرضى؟ أمر غريب ربما الجرعة لم تكن قوية كفاية لا أوه، هي لك من صنفور مسكين تفضل، تفضل، سأرى ماذا يمكن أن أفعل من أجلك قد يكون لدي جرعة تنتج في السنافر أوه، هذا رائع، هذا لكن بشرط واحد، لن تنفع إلا إذا كنت هناك وأشرفت عليها شخصيا ستأتي أنت إلى القرية؟ ما كنت لأسمح بهذا أبداً حسناً، إذن إلى اللقاء، وحاول أن تجعل من الساعات الأخيرة للسنافر أكثر راحة مهلاً، مهلاً، إذا أخذتك إلى القرية، هل تعيدني بعدم ارتكاب أي سوء؟ مفكر، قد أقوم ببعض الأعمال الشريرة من وقت إلى آخر حتى أنا لا أستطيع فعل شيء بصنفور مريض ولأثبت هذا، سأضع عصابة على عيني وهكذا سيبقى موقع قريتكم سراً حسناً، اتفقنا آمل أن لا يراني أحد من أصدقائي ولكنني في النهاية سأحصل على كل ما أستحقه بجدارة أوو، أهو، أزالت القرية بعيدة؟ ليس كثيراً أوو، 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 يisi هل تعلم أن الانهض عني في الحال؟ أزالت القرية بعيدة؟ لا، سنسلق طريقاً مختصرة عبر النبات السماك السماك لكنني أعاني حساسية تجاه السماك أوه 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 أما زالت القرية بعيدة؟ لا تقع بعد هذه البركة بركة آه لقد وصلنا يا لفرحتي بأني مازلت حياً أترى؟ يظنون أنفسهم طيوراً لا، ليس طيوراً، بل أشبه بهدف سهل لكنك وعدتني بأنك ستحسن التصرف كان إسبعايا معقودة إن كان إسبعايا يا عديم التفكير النجدة، النجدة، ما بس أنفور النجدة، ما بس أنفور تعالي إلى شرشبيل أيتها العصفير الصغيرة تعالي إلى العجوز شرشبيل النجدة، ما بس أنفور أين أنت؟ ما بس أنفور النجدة، ما بس أنفور لم أجرب هذه الخلطة منذ مئات السنين أبقي إسبعيك معقودين أنا آسف تنفرك دابراس، تنفرك زان فليتحول هذا النفضح إلى أمير مجدداً، مجدداً كما كنت أقول دوماً، إن لم تنجح المحاولة الأولى سنسنفر مجدداً في القوى العجيبة أستودع قدراً، فقريباً جداً سوف تعود إلى طبيعتك كما كنت أقول دوماً، إذا لم تنجح المحاولة الأولى سنسنفر مجدداً، نسنفر مجدداً ومجدداً النجدة، بابا سنفر مفكر، ما الخطف؟ بابا سنفر، هذا غريب، هذا رهيب، هذا لا بأس يا مفكر، هذا هو الأمير الذي كان ضفضعاً وإذا كان هناك من طريقة أرد لكم فيها الخدمة هناك طريقة، آخر الشرشبيل من قريتنا شرشبيل؟ سوف أساوي الأمر، في أي اتجاه تقع القرية؟ إلى الأمام يا أمير لن تحرموا مني الآن أيها السنافر، ما الذي؟ أترك هؤلاء السنافر أبداً، أرقدها الأول توقف أيها الشرير لا لا، ابق بعيداً عني استعدني يا مفكر، إنه قادم سنافري، أضعت سنافري أبقل كيسة مفتوحة، مفكر في حالته هذه لن يعضها الهول ولكن هل سينقل؟ يجب أن أجد السنافر لن أرحل فارغ اليدين ها هم حسناً أنا ذائب، أنا ذائب ولتأتي إلى هنا مرةً أخرى سمعتني؟ على الأقل حصلت على البعض منكم وبعد قليل لن تقلقوا بشأن صحتكم ألعول، ابتعد عني، أنت مريض، أنت مريض! مريض أوه.. لماذا؟ لماذا؟ اسبروا قليلا يا سنافري كنت أنتهي من تحضير العلاج أنا آسف لأنني سببت هذه المشاكل وبصنفور لكن أردت أن أحل المشاكل كما تفعل أنت تماماً لا يمكنك أن تصبح أي شيء بين ليلة وضحاها يتطلب الأمر الكثير من الوقت لتسنفر الأمور جيداً حسناً لا يعيدكم هذا إلى حالتكم الطبيعية بسرعة فائقة عدت أزرق مجدداً أشعر بالصنفرة تحينا لبصنفور في أجواء الاحتفال هذه دعونا نتذكر من هم أقل مننا حظاً في هذه القصيدة إلى شرشبيل وهلهول نأسف إن كنتما فعلاً مريضين نتمنى لكم الشفاء العاجل واستمتعى بتناول الدواء القاتل ترجمة نانسي قنقر علي إيجاد هؤلاء السنافر التعسائية هالهول إيجادهم وتخليص الغابة من مخابئهم الصغيرة البائسة للمرة الأخيرة لو نجح اختراع عبقرية الكاملة هذا كما يجب يا هالهول فسأجد السنافر من دون أي مشكلة القرى جاهزة والآن سأجد مكان هؤلاء السنافر أريني أيتها الكرة البلورية العجيبة أين أستطيع إيجاد أدعس المخلوقات ما هذا؟ لا 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 عنيت السنافر آه هذه قريتهم ولكن أينهم؟ سنحل ويا سنفور سنحل ويا سنفور سنحل ويا حالي سنحل ويا سنفور هاي 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 أكره أعياد السنافر ليس الآن يا عقول أوه حالم تمنى أمني وانفخ الشموع هيا حالم أتمنى أتمنى أعطيره إلى عالم جديد لم يراه أي سنفور هاه رائع ها أنا أطير إلى عالم غريب جديد آه كنت لأسنفر أي شيء في كل العالم لأصبح رائد فضاء آه وجدتها والآن كل ما أحتج إليه هو هواه المسنفر و نجحت أنا أطير أنا أطير أنا أطير أنا لا أطير كانت هذه رحلة قصيرة لكن كان هذا هبوطا رائعا أجل حسنا تابعوا الضحك لأنني يوما ما سأطير إلى النجوم تعويذة لجعل المكنس تطير دعوا المكنس على الأرض لتواجه الشرق ثم قولوا بصوت عال وواضح ويتشي كوتشي سموتشي سنفور ماذا أوقف هذه المكنسة أنا أكره المكنس ماذا أوقف هذه المكنسة أنا أكره المكنس ماذا أكرهAny أي أنا أطير أنا حقا أطير أنا أطير أنا أطير أنا حقا لا أطير لا رحلة مسنفر أخر صحيح يا حالم وهبوط مصنفر آخر انتظروا فقط وسترون سأطير إلى النجوم يوما ما أعتقد يمكنني صنع جناحين أوه لا لا هذا لن ينجح أيضا عجبا عجبا إن أكملت هكذا فلن أصل أبدا إلى النجوم حالم أوه لا ما بك يا حالم هل جننت هل هول سيء الرهيب كد يحولك إلى وجبة غداء لا هل هول أين هو أخبرني هل أنت بخير تبدو لي شاحبا قليلا ما بك أمنيات المسنفرة للطيران إلى النجوم لن تتحقق أبدا لن أطير أبدا إلى النجوم أبدا 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 أوه أتمنى لو يمكنني مساعدتك حالا ما هذا وجدتها يا سنفورة سأبني مركبة تسنفرني إلى النجوم مركبة فضائية اقتربنا منهم يا هل هول أشعر بذلك كاد السنافر أن يصبح لي هل هول كرة البلورية يا كرة البلورية أنت بأمان بأمان ابدأ العزف يا منسجم عفوا استمعوا إلي استمعوا إلي هذا ذير هذا إعلان للسنافر يعلن سنفور رائد فضاء الكشف عن مركبته الفضائية الجديدة والكل مدعو لمشاهدة أمنياته السنفورية تتحقق عندما سينطلق نحو النجوم عفوا عفوا لا تنجح أبداً 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 لا تقل هذا أبداً يا مذكر الشرير حظاً موفقاً يا سنفور رائد الفضاء رحلة آمنة إلى اللقاء عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انطلاق أجل هذه نسمة جميلة أجل هذه حقاً مهلاً لحظة أنا أكره النسيمة الجميل أسرى 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 أرأيتم كنت محقاً كنت محقاً كنت محقاً كنت محقاً أوه يا لحالم المسكين فطر قلبه الأزرق الصغير سنفور رائد الفضاء كان تموحاً جداً ولن يسعد أبداً ما لم يتمكن من الطيران إلى النجوم لكن للأسف هذا لن يحصل أبداً كانت هذه أمنيات عيدي ميلاده آه نعم وكل أمنيات أعياد الميلاد تتحقق أليس كذلك بابا سنفور؟ كانت أمنيات السنافر تتحقق لطالما تذكرت ذلك وكان هذا منذ خمسمائة وثلاث وأربعين سنة بابا سنفور علينا القيام بشيء لجعل أمنياتي تتحقق صحيح يا سنفورة ولدي فكرة يمكن أن تنجح تعتقد حقاً أن مركبتي ستقلع الآن؟ السنفور شاطر تحقق منها وأصلح كل الشوائب فيها أيمكنني أن أسنفر طائراً إلى النجوم حالاً؟ نعم لكن عليك أولاً شرب جرعة التوتي هذه المميزة التي ستعطيك القوة لرحلتك الطويلة دارة المروحة بسرعة أطلقوا الدخان وأبدأوا هز هذه المركبة أخبرني يا غبي أين كنت عندما أعطوك عقلك؟ أين كنت؟ غريب لا أعرف ربما كنت معك مفكر أكره الدخان مركبتي تتحرك سأنطلق مسنفراً أنا في طريقي إلى النجوم ماذا حصل؟ أشعر بالكثير من النعاز لا بد أن الارتفاع هو السبب يجب أن لقد توقفت نجح مفعول جرعة التوت بسرعة لنخرج سنفور رائض الفضاء من المركبة ولنفككها لقد فككنا كل أجزاء المركبة الفضائية ماذا سنفعل بهذه القطع؟ غداً سنأخذها إلى مكان سري مكان وحدي أنا أعرفه يا لحظي المسنفر أحب الأماكن السرية كثيراً علينا أن نضيف أربع حبوب من نبتة الحلاب مع عصير نبات اليبروح المغلي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بعد بابا سنفور ليس كثيرا هذا ليس مضحكا تم من المسافة بعد يا بابا سنفور ليس كثيرا أما زال المكان بعيدا يا بابا سنفور نعم إنه بعيد لكن هذا مجرد بركان بابا سنفور ولطالما قلت إن البراكين تطلق النار والدخان وكل الأشياء الرهيبة والقادرة صحيح صحيح لكن هذا البركان منطفئ آه بالطبع هذا منطفئ هيا بنا لنكمل طريقنا الآن أمامنا الكثير من العمل اه 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 تبعوا العمل عمل 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 أنا أكره العمل هؤلاء السنافر التعساء المقرفون مروا من هنا يا هلأول هذه أثار أقدامهم هيا بنا لقد أصبحوا في قبضتنا ها 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 ه أعولك إلى وسادة صغيرة لما علينا تشغيل رؤوسنا بينما ينام السنفور رائد الفضاء هذا من أجل السنافر انتظري يا غضان هل تعرف ما هو أخضر أحمر وأصفر مع عيناني كبيرتين وأسنان طويلة لا ماذا لا أعرف أيضا لكنه يسف على قبعتك يا أنا أكره الحشرات أريني أيتها الكرة البلورية أين أكره المخلوقات على الإطلاق إذن إنهم داخل البركان القديم وهو ليس بعيدا عن هنا هذا المكان مناسب لأضع فيه حدا لحياتهم البائسة عندما سيستيقظ سنفور رائد الفضاء سيعتقد أنه على كوكب آخر لهذا السبب سنفرت هذا الشراب العجيب الذي سيحولنا كلنا إلى السوافر سوافر؟ ما هو السوفور يا بابا سنفور؟ سأريك يا غبي هذا سوفور وأنا الجد سوفور أين أنا؟ أوه أنا على كوكب آخر هذا سنفري رائع ها قد وصل يا غبي؟ نعم أنظر إليه يعتقد حقا أنه على كوكب آخر هجل عجبا كم أنه غبي أتسأل أين كان عندما أعطوه حبوب الفوجل ليس حبوب الفوجل بل العقل يا غبي صحيح هذا ما عنيته فوجل العقل الشيء ذاته أتسأل إن كان أحد يعيش هنا أعتقد أن هذا هو الجواب عن سؤالي ديا أنا صديق أتيت في مركبة كبيرة روم بوم تعرف إلى الجد سوفور ملك كل السوافر مهلا هل يمكنك أن أزعى سروالي أولا؟ من أين تأتي؟ من كوكب يدعى الأرض يا جد سوفور أنت صديق أم عدو؟ أنا صديق كبير صديق كبير سنقيم اجتماعا للمجلس لدرس هذه القضية ابقى هنا أتسأل ما الذي سيفعلونه بي أه أعتذر كدنا عن نصل يا هلهول كدنا عن نصل إنه شرشبيل فلنخبر بابا سانفور أجل وصا يغضب كثيرا يا سوفور لقد اتخذنا قرارا قررنا أنك صديق لنا أهلا بك إلى كوكب السوافر شكرا لك يا جد سوفور حضروا وليمة لتكريم سنفور رائد الفضاء يے هذا حقا رائع يا جد سوفور أنا أقضي وقتا رائعا جدا نعم باكرا تحتاج إلى الكثير من القوى للسفر إلى كوكبك غدا أوه لكنني لن أسافر أبدا إلى الأرض أريد البقاء هنا إلى الأبد إلى الأبد؟ ولكن عليك الرحيل يا جد سنفور يا جد سنفور أي يا حراس هدو سنفور رائد الفضاء إلى الكوخ وراقبوه جيدا جرشبيل هنا يجب أن لا يراه سنفور رائد الفضاء وإلا فسيعرف أنه على الأرض لكن ما يخيفني أن سنفور رائد الفضاء أحب هذا الكوكب كثيرا ويريد البقاء هنا إلى الأبد علي التفكير في خطة أعرف أنهم في مكان قريب يا هلهول أستطيع شم رائحتهم والشعور بهم لنرى ما هذا؟ هؤلاء ليسوا السنافر لا أعرف كيف وجدنا شرشبيل لكنني أعتقد أنه سوف يصاب بالبرد كرة البلورية لقد دمرت والآن لن أجد السنافر أبدا هذا مؤسف فعلا لقد احترقت تماما وأنا مبلول بالكامل وقد انكسرت كرة البلورية أشعر بأن بابا سنفور وراء كل هذا هلهول ابتعد عن وجهي يا كرة الفرو القذرة لنرحل من هنا والآن لتصبح شوفورا عليك إظهار الشجاعة والمهارة حسنا لكن ماذا علي أن أسنفر؟ بعد جعلك تدور بسرعة عليك رمي هذا الرمح في الهدف مباشرة أي مركز هدف؟ لا يمكنني أن أرى شيئا هذه طريقاتنا الخاصة لقد نجحت لقد نجحت جاهزوا لاختبار العمود المزيئة وكاختبار ثاني عليك يا سنفور رائد الفضاء تسلق العمود تسلقت أعلى من هذا في حياتي أمامه الملايين من السنين قبل أن يتمكن من تسلق العمود أجل هذا صحيح الملايين من السنين أما أكره العمود المزيئة ها قد وصلت هذا سهل جدا ماذا؟ هذا العمود ليس مزيئة أصلا ليس مزيئة؟ يا غبي فكرته في أن أكل سيقوم بذلك أجل فكرت في ذلك أنا أعتقدت أن غضبان زيت العمود كسلا كان سيفعل ذلك عليك الآن اجتياز البحيرة سباحة حسنا أنا سباح ماهر وأنت تحمل هذه الصخرة هذه الصخرة؟ أوه لا لكن هذا مسنفر ومستحيل يا للأسف أوه مهلا تبدين مألوفة لم أرك في مكان ما من قبل من أنا يا سيد العزيز لا أنا فقط أنتما تضع عن الوقت لتصبح سوفورا عليك اجتياز البحيرة حاملا صخرة أوه هذا سيكون سهلا جدا هل هذه مسحة ما؟ أوه انظروا إلى الصخرة طعم غريب حجر الخفاف هناك اختبار أخير بعد بانتظارك أنا مستعد عليك أن تعيش حياة السوافرة القاسية عليك طهو الأطعمة وغسل الأطباق والتكنيس والتنظيف والفر وعليك أن ترك احتراما أمام كل سوفور تلتقي به وأن تقبل قدميه الجميلتين ولكن إذا الخيام بكل هذه الأشياء لتصبح سوفورا بعد إعادة التفكير ربما من الأفضل لي أن أسنفر عائدا إلى الأرض ما الذي يحصل؟ أشعر بنعاس كبير عجبا يجب أن لقد نام نجح مفعول جرعة التوت العجيب مجددا يجب أن نبدأ السنفرة أوه رائع لا شيء أفضل من السناثر لا شيء في العالم أنا أكره هذا كم المسافة بعد يا بابا سنفور؟ أوه سنفروا أين أنا؟ يحيى السنفور رائد الفضاء ألاته تشجيعات لراحين الفضاء غدت إلى موطني كان الأمر مسنفرا جدا يا بابا سنفور زرت كوكبا يعيش عليه السوافر السوافر؟ لم أسمع بهم أبدا أرادوا مني البقاء لكنني شعرت بالحنين إلا الوطن لذا أنت لا تفكر في الرحيل من جديد صحيح؟ في الواقع فكرت السفر إلى كواكب أخرى رائعة لكنني لن أسعد أبدا بقدر معنا سعيد هنا لا مكانك المنزل أوه أوه هذا كله من صنع بابا سنفور ولكنه سيدفع ثمن أعماله سيكون غاليا أوه 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 عجبا عجبا ناندي الكثير لأفعله يقال إن عمل الأم لا ينتهي أوه عجبا عجبا ناندي الكثير لأفعله أوه هذا صحيح بالفعل أجل أجل أعرف أوه عجبا علي أن أسرع يجب أن تكون كل أوراق الغابة حمراء قبل عيد هالووين وبالكاد عندي وقت الوقت الوقت كيف يركض الوقت لقد قضيت الكثير من الوقت على فصل الصيف أجل أجل أعرف ألا ترى أنني أستعجل حسنا أنا راحلة أجل هكذا صحيح والآن دعاها على تسعين درجة في الوسط هكذا صحيح يا لها من كعكة عيد رائعة يم 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 إنها لذيذة لا أصدق أن عيد ميلادي مازح يصادف ليلة عيد هالووين أوه واو ما هذا؟ إنها مفاجأة أوه عجبا أتسأل ما إذا كان كان يجب أن أعرف أنه سيخدعني أوه مازح من الرائع أن يصادف عيد ميلادي كليلة عيد هالووين لا ليس هناك سنافر كثر محظوظون مثلي بابا سنفور أنا متأكد من أن لا أحد في الغابة كلها لا بل في العالم كله يحتفل بعيد ميلاديه في عيد هالووين في الواقع مازح هناك على الأقل شخص واحد أعياد الميلاد باه من يحتاج إليها الاحتفال بليلة هالووين أمر سخيف لما ولدتني أمي في ذلك اليوم لن أقيم أي احتفال هنا ولن أفعل أبدا هالووين باه أعياد الميلاد باه بمجرد التفكير في أن السنافر سيحتفلون ذبابة غبية احتفال السنافر وتقديم شكرهم على موسم حصاد جيد يشعروني بلش مئزاز سأحصدهم جميعا سأحصد تلك المخلوقات وأقضي عليها توقفوا عن الاحتفال هناك هل سمعتم؟ توقفوا حسنا ربما ترسل أمي بعض الزبيب كما فعلت السنة الماضية واحدة لأكل وواحدة لمغرور وواحدة لقوي وواحدة لسنفورة وواحدة ل... وواحدة أيضا لي كم أحب عيد هالووين ألا تحبوه يا هارلد؟ أنا متحمسة كثيرا لإخافة الأولاد الصغار ربما سيبكون إنهم يخافون حقا يتطلب الأمر سنوات لينسى هؤلاء الصغار خوفهم والبعض منهم لا ينساه أبدا أجل يا صغيري قريبا جدا قريبا سنحلق تحت ضوء القمر وننقض على القرى النائية ليوزعوا الثوم ويتلوا صلواتهم ليفعلوا كل ما يشاءونه لكنهم لن يهربوا من جالوك المشاوذة آه حاضر بابا سنفور كما سبق وقلت بابا سنفور إن عدام حس كسلان بالمسؤولية هو سيء كنت أخبر صنفور اليوم الفائد بأن بابا صنفور إلى اللقاء رحلة موافقة أوه كم أكره رؤيتها ترحل لكنها طبعا ستعود والآن أين كنت؟ أوه صحيح أوراق الشجر أو كم هي جميلة هكذا أوه أيتها الأشجار تبدين جميلة جدا تماما كما أنت لكن الوقت يمر بسرعة نام يا صغيرتي نام حتى السنة القادمة أوه يا لمسامير قدمي البائسة من الطارق؟ لا بد أنه غبي يريد سكاكر العيد سأفاجئه وسأضربه وأوبقه بشدة بعصاي عجبا ماذا لدينا؟ وأخيرا تذكر أحد عيد ميلادي لنرى الآن من أرسلها إلي أهي أمي؟ أم عرابي؟ ربما أتسأل إن عيد ميلاد سعيدا شرجبيل عيد ميلاد سعيدا عيد ميلاد سعيدا لقد أذللتني صحيح؟ سأريك جمال هذا العيد سأهديك هدية رائحة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال انتهيت الآن سأنطقم من السنافر إنهم يسخرون من عيد ميلادي سوف أريئم لن ينسوا عيد هالوين لن ينسوه والآن نام جيداً كم أحب هذا المكان مهلاً 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 ماذا يحصل هنا أصبح لوني أحمر أوه يا للمسكين ماذا حصل؟ حسناً كما ترى كنت ولكن من رأس فوراً أحمر أوه يا له من مسكين انظروا إلي انظروا إلي أنا حقاً آسفة آسفة فعلاً انفعني شيئاً ألا يمكنك ذلك؟ في الواقع أنا أنا لو أددت ذلك لكن كما ترى لن ينتظرني فصل الخريف عينيني إلى اللون الأزرق لا يمكنني أن أعيدك بهذه العصى الحمراء اللون عجباً حتى أنني لا أملك عصى زرقاء اللون أي ألوان لديكي أوه هناك الأحمر طبعاً والأبيض والأصفر والأخضر ما رأيك في اللون الأخضر؟ أزرق أوه كم أنت مسكين لابد من أن تفعل شيئاً ما حالاً لكن لا يمكنني فعل شيئاً الآن عندي عمل أقوم به لن ينتظرني فصل الصيف لأن هذا ما يريده باب الوقت لا يمكنك تغيير لوني إن العصى العجيبة الحمراء تبقى عصى عجيبة حمراء ربما حين أنهي عملي ربما في فصل الشتاء ربما في فصل الربيع كحد أقصى الآن عد إلى ميزلك وانتظرني لن أتأخر كثيراً لكن كما تعرف عندي أولويات هذا حقاً رهيب انظروا إلي لا يمكنني العودة إلى المنزل سيسخر الكل مني نتمنى لك عيد ميلاد سعيداً وعيد هالوين رائعاً أيضاً افتح هداياك سأتعل، سأتعل، لكن افتحوا أنتم أولاً هداياكم لقد وضعتها بشكل عشوائي لنبدأ بالتاء ميم لا أصدق أن مجموعة من السنافر العاقلين قد تكون غبية كفاية لي الغيم هو، عاجباً يا مازح لطف منك أن تحضر لي هدية يوم عيد ميلادك wartific آجل، هذا لطف منك آجل، هذا لطف منك هذا لطف يوم عيد ميلادك أللل tempted الآل الآل يا له من يوم رائع هذه هدية الثانية الشيذ القاف سأشاركك هدية طفل سنفور الكاف الميم هذا أنا الميم الكاف الكاف أينك سلان هل رأاه أحدكم أرسلته لجمع أوراق الخريف منذ عدة ساعات ليس من عادته أن يفوت احتفالا ويني ويني ليتألم السنافر التعسى ويني ويني للطمتر السماء مطر أو من يا أبهل الأمر قد تغسل الأمطار هذا اللون لكنني متأكد من أنني لن أعود إلى المنزل هكذا لن نعود أبدا إلى المنزل بهذا المنظر عجبا لا يفترض أن تمطر عشية هالوين لم أرى في أي من جداول أن الأمطار ستعطل هناك خطب ما هناك خطب ما حتما أنا أكره المطر لا تمطر أبدا عشية هالوين لا تمطر أبدا في عيد ميلاد أي سنفور أوه بابا سنفور تظن أنك أسلام بأمان في العصفة؟ ألهل تظن أنني بالغت في الأمر أسرع أيها الطائر الغبي ألا ترى أننا نكاد نسطط؟ أعرفت أنه كان علي أحضر مكناستي حسناً أظن أنني بالغت في الأمر يا ألهل لا تضحك فالأمر سيء جدا أنا محرج حقا قيلولة صغيرة ستشايرني جعلوك؟ ماذا يحصل في الأعلى؟ من هناك؟ هذه أنا؟ من؟ جعلوك شار شبيل؟ ماذا تفعلين على الشجر أية العجوز؟ عجوز؟ إنه لطقس جميل هذا مثال على قدرتك مشعوذ أليس كذلك؟ أوه أنت من قام بذلك؟ بسببك أنت سيفوتني عيد هالووين أفسدت لي عشية هالووين كلها لماذا؟ لماذا؟ فقط لإغاظة هؤلاء السنافر الأغبياء؟ ألا تدرك أنني قضيت السنة بكاميلها وأنا أستعد لهذه الليلة؟ ألا تدرك أنه في حال لم أقم بجولة المعتادة قد يخيب أمل هؤلاء الأطفال الصغار وأنهم يحبون الشعور بالخوف كما أخبرتك أصبح لون ذلك المخلوق المسكين الصغير أحمر ولا أعرف ما العمل إنه محرج للغاية أظنه سيفوت عليه حفلة عيد ميلادي مازح تدركين أنه لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء ويستحيل التفكير في الأمر هذا خطأي أنا كان يفترض بي أن أنظر أولا من حولي لا بد من وجود شيء يمكننا فعله أليس كذلك؟ لا شيء ولكن يا بابا الوقت يمكنك المحاولة على الأقل العودة بالزمن إلى الوراء إنها لمسألة خطيرة جداً خطيرة بشكل كبير ولا يمكنني فعل ذلك ربما يمكنك العودة في الزمن وأحضر عصايا العجيبة الأخرى أياتها الأم الطبيعة عندي أشياء أهم من جلب العصا خاصتك هناك جرة من مربط السنافر في غزانة المطبع حقاً اقبط عليه يا هلول اقبط عليه قبط عليك عجباً عجباً ماذا لدينا سنفور أحمر؟ سنفور أحمر ماذا لديك لتقول لي؟ أتساءل كيف حدث هذا؟ هل ستتغير حالته نظراً إلى تركيبته الكيميائية؟ بأي حال إنه لي؟ وهل تظنين أن سنفوراً أحمر يساوي ستة سنافر؟ أنا رأيته أولاً؟ لا لا إنه لي قوي، خذ فرقة وابحث عنه في منزل شرشبيل حاضر بابا سنفور سنفوراً جهزي فرقة وتعالوا معي، سنبحث عنه في الغابة حاضر بابا سنفور نحل الأمر كشخصين منطقيين إذا لم تعطيني إياه سأحولك إلى ضفدع سنتشاركه ماذا تعني بقولك؟ سنستفيد منه معاً حسناً لنقطعه إلى قسمين جيد هذا مناسب أين سنقوم بالأمر؟ في منزلك أم في منزلي؟ هالة طائرك لا تسمح له بالطيران ومنزلك بعيد كما أن مسامير قدمي تؤلمني أنا لا أثق بك، أعطني أنا من وجده لكنه معي سأحولك إلى ضفدع أعصاك ليست معك كسلان 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 ليس في الداخل أيتها الأم الطبيعة تصنعين مرباً لذيذاً وأخيراً أنهيت عملي كم أن المنظر جميل علي أن أسرع الآن لأخبر بابا سنفور عن كسلان المسكين كم أتمنى لو أعاد بابا الوقت التفكير في الموضوع أوه، هيا أسرع لا أطيق الانتظار قوي، ماذا سنفعل؟ أنا لا أعرف أكره وأنك لا تعرف جاء لوكا عجوز عشية هالوين مخيفة؟ والسنفور كسلان أحمر اللون؟ هذا مذهل أسرع يا سنافري، الوقت يداهمنا كسلان في خطر كبير أوه، بابا سنفور، ها هي العربة لا أصدق أتصدقين أنه غطى في النوم؟ ماذا يحشر؟ سيقطعاني كسلان إلى قسمين أغلاً يفعل ذلك هذه فكرة سخيفة وما سخيف فيها؟ عسناً كنت أفكر وجود سنفور أحمر أمر نادر سأجد إمكانيات لاستخدامه مجفف مثلاً قد يكون فلفلاً أحمر حاراً وكيف نعرف إن كان سنفوراً حقيقياً؟ لم أرى في حياتي سنفوراً أحمر أوه، كن بعملك أوه، بابا سنفور، علينا القيام بشيء ما؟ قوي أحضر البطانيات أحضر البطانيات صدقيني جعلوك هذا خطأ، نستطيع طلب فدية لقاءة، إنها مسألة وقت قبل حضور السنافر الآخرين أنهي عملك شر شبيل أعطني هذا المنشعر استمع إلي جيدا هذا السنفور مهما كان لونه يساوي أكثر إن كان كاملا وإن لم نقصمه أرفض تنفيذ فكرتك انظري السنفور واحد آخر الآن تعال يا ما هذا؟ إنهم يهربون بسرعة بسرعة أيها الغبي كل ذلك بسببك توقف عياته العجو الوقع أردت أن تفسد عيدة هالوين علي اسمع كاسلان لا تشعر بالسوء إن كنت أحمر أو بنفسجيا من يبالي المهم أنك سنفور وكما قلت لبابا سنفور مفكر أسكت لم تقصد الأم طبيعة الإنساءة إليك لكنها أفسدت العيدة علي انظر إلى الأمر من الناحية الإيجابية لا تحتاج لان إلى التنكر مفكر ربما لللون الأحمر إيجابية لم تفكر فيها حتى مثله مفكر لكن عليك مساعدته أيها الأم لا يمكنني فعل شيء لكنه مجرد سنفورا صغير يمكنك طبعا مساعدته رجاء يا بابا الوقت أنت تجعل أبسط الأشياء تبدو كأنها هل أنت واثق من أنك تناولت ما يكفي من المربى هناك المزيد منه المزيد من؟ أجل، المزيد من؟ أنت حقاً مقنعة للغاية هذه المرة فقط سأصلح الأمر يا باب الوقت، أنت رائع جداً العصى الحمراء، العصى البيضاء، الخضراء والصفراء لا تغير الزمان بل سنفور واحد لونه أحمر انظر إلى الأمر من هذه الناحية قد يفيدك تنكر كهذا، أعني بابا سنفور ماذا يعصل هنا؟ أه لا أعرف بابا سنفور كان جالساً هنا وفجأة أنا أكره فجأة لقد عدت إلى طبيعتي أنا أزرع شكراً أيتها الأم الطبيعة أينما كنتي، وعيد هالوين سعيداً إنه الوقت المناسب للإحتفال بل إنه الوقت المناسب للنوم لو طلبت رأييه عيد هالوين لنبن نبن سعيداً وعيد هالوين رائعاً أيضاً لا يعجبني هذا يا مغرور، فمنسوب النهر يعلو بسرعة كبيرة لم أرى النهر بهذه القباحة من قبل، بل كد أستطيع رؤية عكاسي حل الربيع باكراً هذه السنة، ولن يستطيع السد حبس المياه ما، ما كان هذا بابا سنفور؟ هذا ما كنت أخشاه بالضبط، اذهب وجد شاطر وأسرع يجب أن ندعم السد على الفور حاضر بابا سنفور أعمل أن نتمكن من إصراح السد، وإلا ستغرخ قرية السنافر بأكملها أدو، 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 أدو هذا مليع جداً، لما أرسلني بابا سنفور إلى هنا؟ لقد اشتد علي الزكام، يجب أن أبقى في سريري التافئ في منزلي وماذا عني؟ ماذا لو حدث شيء مهم في غيابي؟ قد يحتاج بابا سنفور إلى الاستعانة بخبرتي هل لا توقفت معنا التذمر؟ أرسلنا بابا سنفور لتأكدي من مدى عمق الثلج، وهذا ما سنقوم به بالضبط أدو، حاضر سنفورة تعنينا أن علينا الصعودة إلى هناك؟ أجل، يمكنك التأكد من عمق الثلج عندما نصله إلى الأعلى لابد من أن هذا هو المكان أدو، إذا استطعنا إيجاد الصخرة، فسنعرف المكان المناسب لقياس عمق الثلج مفكر أجل هذه هي، هذه هي الصخرة، ولكن لمصورة حجمها هذه السنة؟ عادة تكون أكبر بكثير تأكد يا مفكر، إذا كان عمق الثلج يتخطى العلامة الحمراء على المقياس حسنا، أؤكد لك أن الثلج لم يتخطى عمقه المعتاد بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة أوو puta Travis اوو مفكر، هل أنت بخير؟ النجدة، أخرجاني من هنا نسان فور ماردان، أحتاج إلى مساعدتك علي، قمفكر أهو، أشكركما، لكنني في الواقع لم أكن بحاجة إلى المساعدة أجل، أتك واوو مفكر هل أنت بخير؟ في الواقع قد أحتاج إلى القليل من المساعدة هذا فضيع أنت محقة آتشو آه لقد نسيت قنينة المياه الساخنة لا آني أن الثلج كثير بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة وإذا ذهب تحت هذه الشمس الحارقة سيفيد النهر ويحطم الساد وستغرق القرية كلها تحت الماء آتشو أول ما علينا فعله في وضع كهذا هو المحفظة على هدوئنا لأننا إذا حفظنا على هدوئنا مهلا انتظراني إنه البيت الزجاجي ويمكننا زرع الطعام داخله في التقس البارد لكن التقس دافعني يا شاطر 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 بابا سنفور يحتاج إليك عند السد قال إنها حالة طارئة أنا آتن بابا سنفور أنا آتن أنا سنفور مفكر وهو متزلج بارع تمكن من اجتياز سنفور مرضان بكل سهولة سننتظر سنفور مرضان هنا أشعر بالأسى لأن الربيع سيحل باكرا هذه السنة بالكاد سنحت لي الفرصة لإظهار قدرات المدهشة كمتسلق جبال ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ بحسب قوانين الفيزياء والجاذبية نفرض بنا أن نصل إلى أسفل التل قريبا أوه أول أسهار الربيع أوه أنا لم أرى أسهاراً كهذه من قابل أوه هل فعلت؟ ليس أمامنا وقت لقطف الأسهار يا سنفورة فبابا سنفور عطيرة بابا سنفور؟ ومن يكون بابا سنفور؟ بابا سنفور؟ بابا سنفور؟ لا أعرف هيا أنتما الإثنان بابا سنفور ينتظرونا ذلك الاسم مجدداً هيا بنا أتساءل من يكون أتساءل من يكون أتساءل من أكون أسرع يا سنفوري المياه تعلو بسرعة إنه الجذع الأخير بابا سنفور جيد جداً شاطر افتح بوابة التدفق حتى مع فتح البوابة لن يتحمل السد وزن المياه أنا لا أفهم من دون تقرير الثلجي لا أستطيع إصدار الأمر بإغلاء القرية كان يجب أن يعود منذ فترة أتشو أتشو زكامي يزداد سوءاً مهلاً من هنا القرية من هنا ألديك فكرة عما يتحدث؟ لا لكن مهما كان يبدو أمراً مهماً أتساءل من يكون هيا بنا هل أنت واثق من أنك لا تريد والبعض من هذه الأزهار الجميلة؟ بالتأكيد لا لدي حساسية تجاه الأزهار لا 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 أرações لا 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 لاō إلوه الإلع air اتجاه الهرارة أيضاً، وبخاصة هذا تعال أيها الهر اللطيف، يا لك من هر مطيع أظن أحبنا تعال أيها الهر، تعال وتنشق رائحة هذه الأسهار، فهي عطرة أسرة، أسرة، إذا علم مستوى الماء أكثر سيتحطم السد لقد عدنا وأخيراً، ماذا عن مستوى الثلج؟ حسناً، مستوى الثلج؟ لقد نسيت، ما هو المستوى الثلجي؟ هذا هو المستوى الثلجي، كان يفترض بكم احتسابه حسناً، يبلغ مستوى الثلج تنشق رائحة الأزهار، فهي أولى أزهار الربيع لكن بابا سنفور يحتاج إلى أن يعرف شكراً، يحتاج إلى أن يعرف من يحتاج إلى أن يعرف؟ وماذا يريد أن يعرف؟ أتشو، مستوى الثلج، يجب أن يعرف بابا سنفور عنه أتشو، 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 وواحدة لك، وواحدة لك، وأخرى لك يا له من شيء مسنفر، أتسأل من هدف منه؟ لقد عرفت كم أشعر بالجوع، ترى ما الذي أحبه من الأطعمة؟ أنا أيضاً، دعونا نرى ما في داخل هذا الصندوق أكان شهياً؟ أظن ذلك من هي هذه المخلوقات الصغيرة زرقاء؟ لا أعرف من تكون، لكنك وسم بكل ذاكين بابا سنفور، بابا سنفور، أتشو أتسأل ما خطب ذلك الصغير المريض؟ ومن يهتم؟ دعينا نغني لا 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 هذا ما كنت أخشاه، على هذا المنوال سينهر السد بعد الساعة بالتحديد يجب أن أخلي القرية فوراً مرضان، أخبرني كم يبلغ مستوى الثلج؟ بابا سنفور، هناك خط ما اتشو، اتشو، بالسنافر الآخرين، اتشو لا 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 هذا غير معقول، لم توقفتم عن لعمل على السد يا صغاري؟ أي سد، بابا سنفور، لكن أي سد؟ أي سنافر؟ بابا سنفور كنت أحاول أن أتشو سنفورة أخبريني أنت عما يجري لا أعرف لقد نسيت هل تريد زهرة؟ بابا سنفور لا لا تشمها أتشو أتشو لقد حذرتني الأم الطبيعة من هذه الزهرة بابا سنفور لا تفعل أتشو ما كان هذا؟ ما الذي حدث؟ من أكون أنا؟ بابا سنفور مستوى الثلج إنه عميق جدا القرية في خطر أي مستوى الثلجي؟ أي قرية؟ وعن أي خطر تتحدث؟ قال بابا سنفور إن الأم الطبيعة حذرته بشأن هذه الأزهار يجب أن أجدها وأسألها النجدة أيتها الأم طبيعة أوه يا للهول يبدو أنه أحد السنافر الصغار أيتها أتشو الأم الطبيعة أوه ماذا حدث أيها السنفور الصغير؟ أيتها الأم الطبيعة يجب أن تساعدهم أتشو اهدأ اهدأ وأخبر الأم الطبيعة بما حصل بدأ كل شيء عندما أرسلني بابا سنفور إلى جبل السنافر لأتفقد مستوى الثلج لأن منسوب النهر كان يعلو بسرعة وكان السد على وشك أن ينفجر ثم وجد مفكر وسنفور أزهار صفراء أفقدتهما ذاكرتهما أزهار صفراء؟ ذاكرتهما؟ أو لا لقد نسيت تماما أمر أزهار النسيان تلك حسنا لقد سببت لي المشاكل للمرة الأخيرة فالتحل الآن عاصفة الثلج على الجبل أوقف النهر وجمد السيل شكراً شكراً أيتها الأم الطبيعة يستحسن ونعود بسرعة إلى القرية أخبرت بابا الوقت بأن الربيع سيحل باكراً هذه السنة لعله سيستمع إلي في المرة القادمة ما الذي يحدث؟ أنا أكره الثلج مفكر كيف وصلنا إلى هنا؟ لا أعرف يا سنفورة لكن دعيني أخمن بعض الاحتمالات الآن كما أذكر انسى الأمر مفكر أين أنا؟ أوه ها أنا هنا أوه لا أولى أزهار الربيع لقنزة بلد لدي شعور بأن الأمة الطبيعة قامت بهذا لمصلحتنا من الأفضل أن أتفقد السد لعل هذا التقس البارد جمد المياه وأنقذ القرية لم يعد منسوب المياه يعلو القرية بأمان لكن لكن أتشو أظنني مصاباً بالزكام أتشو شكراً لك يا مرضان هذا، 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 هذا هو الحساء السنفوري أجل حان الوقت لتبقى في السرير يا أكل لا تدع زكامك يا سوء اسمع النصيحة من سنفوري المجرب أوه سنفور مرضان، هل أتيت لي بالقليل من الحساء السنفوري؟ أه أنا أيضاً آه، كم سأسر عندما تتحسن حال الجميع فيحين دوري لأمرضة مجدداً فاورجو أكذا سأمسك بتلك الكائنات الزرقاء المقرفة بواسطة هذا الفق يا هلول هيا هلول، فلنتفقد الفخاخ الأخرى إنها عالية شكرا شرشبيل شرشبيل فصيدة إلى توت المسنفر أيها التوت الأحمر أيها التوت الأجمل توتٌ أحياناً أو.. شر 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 شبيل أوه قصيدةٌ للخروج من هنا هيا يا خائف ماذا؟ مغرور سنفرها بحياتكم آه؟ إنه شر شبيل أركضها أركضها لا أطلق هالهول وضعت الفخاخة في كل مكان لا يمكنهم الهرب هالهول لا تقف هكذا أيها الغدي هيا أنزلني حالاً لقد وقع عشر شبيل في أحد فخاخة أوقعته رجله في الفخ هذه المرة هيا فلنعود إلى القرية ونخبر بابا سنفور يا للعار يا للعار كيف سأنزل من هنا هؤلاء السنافر المقرفون؟ سيدفعون الثمن لم أعد أحتمل لم أعد أحتمل لم أعد أحتمل لم أعد أكره هؤلاء السنافر أكرهوا السنافر أكرههم هذا يستدعي إجراءة طارئة هالهول يجب أن أطلب نصيحة السيدة تريلبي أجل هالهول لكن كيف كيف لن تساعدني أبداً إنها تكرهني إنها تمقطني إنها تشمئز مني فكر شرشبيل فكر 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 وجدتها أنا ذكي 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 أعرف أنها في مكان ما آه ها هي جوهرة الحقيقية قطعة الياقوت المزيفة سأشتري خدمات السيدة تريلبي بواسطة هذا الحجر ولن تلاحظ الفرق أسرع هالهول ما زال أمامنا طريق طويلة لنصل إلى السيدة تريلبي إلى الأمام إلى الأمام آه هالهول منزل السيدة تريلبي أبقي إصبعيك متشابكين شرشبيل يا صاحب القوى الغبي ماذا تفعل هنا تعرف أنني أترك وأمقط كل ما يتعلق بك لكن سيدة تريلبي أحتاج سيدة تريلبي جئت أسألك أن إن رؤيتك تسبب لي المرض ارحل من هنا ستجعلها هذه تغير رأيها الآن قد لفدت إنتباهك أولا وذل ايضا سيدة تريلبي لدي تراح قد تجدينه مثيرا للاهتمام أنا أصغي إذا ساعدتني على لمساكب السنافر المقرفين تصبح الياقوتاً لكي السنافر حسناً شر شبيل سوف أساعدك هذا المزمار سيجلب لك السنافر هذا الرائع راقب أرأيت حين تعذف الليلة على المزمار العجيب سيسير السنافر خلال نومهم خارج قريتهم إلى الغابة ليصبحوا بين يديك القذيرتين آه الليلة سيكون السنافر في قبضتي أوه يا للهول كل هذا الحصاد أرهقني وأثر على جمال سنفوري أنا تعبة جداً يمكنني النوم لأسابيع حسناً أنا أقول دوماً إن العقل يتغلب على العضلاء لا تهتم أنا تعب جداً حتى أنا تعب جداً لأكل طبا مساؤك قدر ومساؤك أيضاً مغرور طبا مساؤك مفكر طبا مساؤك سنفورا طبا مساؤك بابا سنفور من الأفضل أن يعمل هذا المزمار وإلا ستدفع السيدة تريل بالثامن انظرها الهول توت السنافر هذا يعني أنهم قريبون جداً سوف نرى سوف نرى سوف نرى سوف نرى سوف نرى لابد من أنهم السنافر هيا هالهول أخيرا سنجد قريتهم المقرفة ماذا تسنفرون؟ غبي؟ آه بابا سنفور ما الذي تفعله هنا في سنفرة الليل؟ آه لا أعرف وأنت ماذا تفعله هنا؟ ماذا حصل؟ قريتي مختبري آه ظهري الجميلة لقد فسدت كلها من فعل هذا الأعمال الشنيع؟ آه لا لوحتي الجميلة لقد أطلفت كلها كيف يعقل هذا؟ من المسؤول عن هذا الهجوم المتوحش على فني؟ من؟ رسام؟ رسام؟ ماذا فعلت برجلي؟ وبرأسي أنا؟ ولكن ماذا فعلتما أنتما بلوحتي؟ لم أفعل شيئا بلوحتك الفنية استيقظت لأجد رجلي صفراء اللون ورأسي أحمر مهلا مهلا يا سنافر صغار لابد من وجود تفسير منطقي لما يحدث الليلة من أمور غريبة يبدو أننا نقترب هالهول أشعر بذلك أنا أشم ذلك توت السنافر لقد عدنا إلى حيث بدأنا لا قرية ولا سنافر لقد خدعت هذا المزمار ليس عجيبا إنه مزيف مزيف إنه مزيف أنت تقول لي إنني أطيتك مزمارا مزيفا حسنا أنا في الواقع أنا يعمل هذا المزمار بشكل ممتاز أنت تحتاج إلى التمرين بالطبع سأتمران إلى أن أصبح ممتازا اعزف يا صاحب القوى الغبي ولكن أنا لم أضع رجلي في ألواني كرسان وأنا لم أغمس رأسي فيها أيضا بل قد فعلت ما لم نفعل بل فعلت ما لم نفعل بل قد فعلت ما انظر هالهول سنفور بائس أظن أن حظي يتغير هالهول على الأقل هنا في هذه الغابة الجميلة والهادئة يمكنني أن أكون وحدي لست وحدك أيها السنفور البائس لديك الكثير من الرفقة المزمار يعمل يا هالهول سوف أسنفر سنفور رسام ضربة قوية حين أجده أنا أيضاً أوه يا للموسيقى الرهيبة لابد من أنه منسجم حتى عصف منسجم ليس بهذا السوء أها أمسكت بكما ها أنتم أيها المقرفان نحن نلتقي مجدداً أنت لئيم وشرير ومزاج ورهيب شر شميل وصفتني بأجمل الأوصاف سنفورة لكنني الليلة سأضع يدي على كل السنافر طاب مساؤك قذر طاب مساؤك مغرور طاب مساؤك أكل طاب مساؤك بابا سنفور قد أتمكن الليلة من تفسير ما يحصل من أمور غريبة ما هذه الموسيقى المريعة أكل إلى أين أنت تذهب وإلى أين تذهب أنت يا مازح سنفور مازح لماذا سنائماً؟ يا لسنفورة إنه نائم مازح استيقظ استيقظ إنه يسير خلال النوم ربما الموسيقى هي السبب وأظنني أعرف من هو العازف يجب أن أخذ سنافري سيجعله ماذا يستيقظون من نومهم آه آه ما هذا؟ لن أتركه يذهب سودان ماذا؟ ماذا؟ مفاجأة هاي ماذا يسنفر هنا؟ ماذا أفعل هنا؟ أجل اسمعوا لي يا سنافري الأعزاء كنتم تسيرون كلكم خلال نومكم بسبب هذه الموسيقى لقد اختفى رسام وشاطر وسنفورة أظن أن شر شبيل وراء هذا كله لكن علينا أن نتأكد قوي وكسلان ومازح تعالوا معي سوف نتبع الموسيقى ومهما فعلتم إياكم أن تناموا حاضر بابا سنفور إن الموسيقى تسنفر من الأمام انتبهوا جيدا يا سنافر الصغار هاوما لابد أن رسام وشاطر وسنفورة في ذلك الكيس حتى أشهر العازفين بحاجة إلى الراحة هلهول إذن أعطيتني قطعة يقوت مزيتة قد تتعلم الآن أن لا تعطي السيدة تريل بجوهرة مزيفة حسنا الآن هذه موسيقى جميلة لكي نسمعها شو سنفور كسلان ماذا ماذا هل انتهينا قوي لأنه إن فعلنا يجب أن أنام اسمع فلاح حاول أن تجد لهذا السنفور الكسلان الذي لا جدوى منه عملا ما مايحبا فلاح ابدأ جمع الجوز كسلان في هذه الأثناء سأكون أنا في الحاقل عمل 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 هل سينتهي يوم ما سنفور كسلان ينام دوما خلال العمل سنفور كسلان أعد غسيلي إلى هنا هذا موسنفور جدا لا يمكننا أن ننام هنا القليل من هذا والكثير من ذاك مفكر يجب أن أذهب قليلا وأنا أثق بأنك لن تحرق لي الجرعة أوه يمكنك الاعتماد علي لا عمل صعبا على السنفور مفكر ما من مهمة خطرة إلا و انتبه فقط للجرعة مفكر مراقبة الجرعة تحتاج إلى الكثير من التركيز فهأنا هنا كيف يمكنني أن أركز مع هذا الصوت سنفور كسلان ما هذا؟ ما نداني؟ أنت تغفو دائما لن تتقدم بهذه الطريقة أنا مثلا أراقب جرعة بابا سنفور لأتأكد من أنها لن لن تحترق أوه لا الحمد لله أن بابا سنفور لم يرى هذا أنا آسف بابا سنفور لست المغطئ كسلان كان يشق لا تهمني الأعذار لقد حرقت أوراق الدردار الأخيرة المتبقية عندي الآن علي إحضار المزيد وأنا سأساعدك لا شكرا مفكر ساعدتني بما يكفي يا سنافر الصغار سأذهب إلى مستنقع السنافر لأجمع أوراق الدردار تجنبوا المشاكل خلال غيابي سنفور بابا سنفور أعرف جيدا كيف أتجنب المشاكل سأخذ قيلولة طويلة ما رأيكم بسنفور كسلان؟ بينما نعمل نحن هو ينام أجل وهو يسبب المشاكل أنا أكره المشاكل ما رأيكم لو نلقن سنفور كسلان درسا لن ينساه اسمعوا نعم نعم حسنا أولا علينا أن نفعلها ماذا لها من قيلولة؟ أظن أن وقت العشاء قطحان؟ يالا الفوضى؟ أين جميع السنافر؟ سنفورة سنفورة ماذا يجري هنا؟ سنفورة ماذا حدث لكي؟ من أنت؟ أنا أنا سنفور كسلان لا لا مستحيل سنفور كسلان اختفى منذ أكثر من ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة؟ قيولة طويلة؟ من هذا الشاب سنفورة؟ هذا سنفور كسلان أين كنت طوال هذه السنوات كسلان؟ نائما على ما أظن تفضل كسلان هدية عودتك أظن أنها قديمة جدا لتعمل أجل قديمة مثلنا لهذا نحن سعداء بعودتك أجل ستقوم عنا بالأعمال التي لم يعد بإمكاننا القيام بها مثل تقطيع الخشب والعمل في الحاقن وتحضير الكثير من الحلوى لا يمكنني القيام بكل هذا؟ أين بابا سنفور؟ بابا سنفور؟ أوه ألم نخبرك؟ بابا سنفور مات أوه كم من هذا فضيع لكن لا تقلقوا يا سنافر أنا سأساعدكم أوه شكرا كسلان أجل شكرا أهلا بكم على ما أظن هذه هي الحياة صحيح يا شاطر؟ أوه أجل أوه كسلان هل يمكنك أن تحضر لي شرابا آخر؟ نعم أنا قادم قوي بما أنك هنا كسلان هل يمكنك أن تقلب لي صفحة إنها ثقيلة جدا؟ وأحضر لي قطعة فطيرة أخرى ظهري يؤلمني كما تعلم ونظف لي مرآتي وكنس أرض منزلي واشحذ معولي وأحضر لي كتابا آخر وأصلح هذه العجلة لو كنت أعرف أنني سأسنفر على هذا النحو لنمت لمئة عام أخرى لا يمكن أن أحتمل هذا لو أن بابا سنفر ما زال هنا لكان استعمل تعويضة لإصلاح كل شيء طبعا وجدتها لنرى تعويضة للشباب صغير أصغر الأصغر ممتاز لو يمكنني أن أبقى مستيقظا أنا متعب جدا لا إن لم أعد السنفر إلى طبيعتهم لن أرتاح أبدا سأقوم الآن بإضافة المكوين الأخير أمل أن يعمل أنا متعب جدا لقد نجحت لقد نجحت في الوقت المناسب أنا شائع أين الطعام؟ أين الطعام؟ أين هو فطورنا؟ كسلان تفضلوا يا سنفر لا أعرف ماها لكن أي شيء أزرق لا يمكن أن يكون سيئا بأي لحظة الآن سيعودون إل طبيعتهم الشاب شكلها غريب لكنها نذيذة أنت لا تسنفرن شكلها غريب لكنها مفيدة أنا أقرح ما هو غريب تناوى الهوى إلا لا تحلية في أي لحظة الآن؟ تقريباً في أي لحظة؟ إنها لذيذة كسلان أجل، لذيذة جداً ليست لذيذة كما كانت في الماضي لن تمانع إذا استرحنا قليلاً بينما تقوم بالتنظيف لا، لا طبعاً لا أنا أستسلم قد أستيقظ ويكون هذا حلماً مزعجاً ماذا؟ ألا يمكن للسنفوري أن يرتاح؟ ماذا فعلت؟ فهمت الآن، كانت مجرد خدع لم يكونوا عجزاً فعلاً لكنهم الآن صغار يكس كان ذلك مسانفراً سنفر هذا مجدداً توقفواً الوقت ليس مناسباً للعب لدينا مشاكل كبيرة أنت سنفر عجوز لست مسلئاً هيا يا سنافر لنجد أحداً نلعب معه انتظروا، توقفوا، عودوا هذه المرة لن أفشلها الهول أنا أحضر تعويذة تجلب السنافر الصغارة إلى أمام بابي هذا عمل دقيق جداً أحتاج إلى الهدوء الكامل لقد أطلف، أيًا كان من يطرق بابي سوف يدفع الثمن مرحباً أيها السيد هل تريد أن تلعب؟ ألعبوا معكم؟ طبعاً تفضلوا، ادخلوا إلى هنا هذا فضيع لكن مهلاً، إن لم يكونوا عجزاً فعلاً فبابا سنفر مسال حياً مرحباً يا سنافر الصغار لقد عدت سنافر الصغار؟ ما هذا؟ شيء غريب يجري هنا يالا سنفر شيء غريب جداً يجري هنا أحد السنافر حذر جرعة الشباب قد يكون هذا خطيراً جداً من الأفضل أن أحضر ترياقاً وأبحث عنهم بابا سنفر، بابا سنفر لا أتلله في أي مكان النجدة، بابا سنفر، النجدة سنفر كاسلان، ما الذي يجري؟ بابا سنفر حدث أمر فضيع جميع السنافر في منزل شرشبيل في منزل شرشبيل؟ كنت خائفة من هذا، أسرعي والطائر، حلق بأقصى سرعتك أيها السيد، نريد أن نلعب لوبة أخرى أجل، المكان أصبح ساخناً هذا لأن وقت العشاء حان، عشائي قولوا وداعاً يا سنافري، تحولتم إلى عشاء شائي مخفوقنا بالجبن ستصبحون، وفي طبق ستوضعون لقد فات الأوان، بابا سنفر ليس باعاً، إذا تمكنت من الدخول مع جرعة العمر هذه، سنتمكن من إنقاذهم سأحتاج إلى مساعدتك مساعدتي أنا؟ كيف؟ أسقطوا، يجب طهو السنافر، لا سماعهم ما هذا، سنفر آخر؟ وأكبر من البقية، لا بد من أن هذا يوم عظي وصلت في الوقت المناسب لتنضم إلينا يا سنفر واقب جيداً، السر يكمن في التوابل مهلاً، ماذا بين يدي؟ ما الذي يحدث لي؟ انظر إليها الأول، أصبحت عجوزاً قبض الأوان يا أخم، وأكرهوا السنافر، كم أكرههم أمل أن تكونوا كلكم قد تعلمتم الدرس نحن آسفون بابا سنفر لن نقوم بالخدعي مجدداً، وأنا لن أبقى كسؤولاً في النهاية، إذا كنا نريد أن نسنفر على من أفضل، يجب أن نسنفره معاً، صحيح؟ صحيح، ايه؟ حسنا يا سنافر احرصوا على قطف الفاكهة الناضجة هناك طريقة واحدة لفعل ذلك قوي ماذي لبأس بها تحتاج إلى أسبوع أخرى أقول فلتقط في الكثير وتتذوق القليل انظر لغبي وغضبان فكرة جيدة أنا أكره الصعود والنزول أيضا أوه إن استمررنا هكذا لن نخرج من هنا أبدا هذا ما سيحصل أليس كذلك هالهول الآن نحن نسنفر هذه الشجائرة الأخيرة فلنقطف هاتين الاثنتين لنرى إن كانت ناضجة شرشبيل سننفر بحياتكم أنا أكره شرشبيل ألول أمسل بهنت أيها الهرنة البائس سوف يفاجأ شرشبيل جدا سأحولك إلى كائن من الفر لا فائدة منه استمروا في الركب ما سلا خلفنا أزرع هالهول أزرع أزرع أظن أنه ما بدأ يشعراني بالتعب ما بدأ يشعراني بالتعب لقد تعبت لو كنت أصغر بعشر سنوات لتمكنت من الإمساك بتلك الكائنات الزرقاء سنافر ما الذي حصل تهردنا شرشبيل وهالهول لكننا هربنا بابا سنفور هذا لحسن حظهما كنت سعز حقهما لكننا خسرنا كل ثمر السنافر هذا درس لكم قلة الانتباه تسبب الحوادث يحصل الفائز على ثمر السنافر كنتوا أحاولوا رفع معنوياتكم فقط يوجد معي شيء سيساعدكم جميعا ثمر السنافر ولكن بابا سنفور هذه مؤناتك الخاصة سيكون مسليا أن نتقسمها كما أنني لن أحتاج إليها شكرا يا بابا سنفور شكرا استمتعوا به لدي أعمال أقوم بها بابا سنفور بابا سنفور لطيف جدا أجل ويفعل الكثير لأجلنا أتمنى لو نسنفر له شيئا جميلا أجل أتساءل ماذا يحاد أنا أعرف رأيت لائحة بأغراضه المفضلة حقا أين في أحد كتب بابا سنفور تعالوا سأريكم أكره لوائح لكنني أحب بابا سنفور هذا هو أو لا انتظروا إنه هذا لا ربما هذا عرفت أن هذه مضيعة للوقت أجل مضيعة للوقت أنا متأكد تماما من أنه هو أشيائي المفضلة انظروا هنا هذا خط بابا سنفور عمل رائع يا غبي وجدت اللائحة ولكن كنت أنا على وشكي أن أجدها حسنا لنرى أغاني بسيطة وأيضا شعر صور جميلة زهور عطرة وصلطة خضار طازجة ولذيذة مع فطر من الكهف أوه أنا سأكتف بعد الأزهار وأنا سأحضر الصلطة سنساعدك أقول وأنا سأكون المشرف لأن بابا سنفور يقول دائما الكتيبة من دون قائد مثل سفينة من دون دفة قيادة والقادة مهلا انتظروني لدينا كل شيء مع هذا فطر الكهف وقد سنفرنا كل الكهوف لابد من وجود كهف آخر في المكان لا لا بابا سنفور يقول دائما يدخل الأغبياء حيث يخاف أن يمشي السنافر ويمكنك أن تخدع السنافر أحيانا لكن ليس دائما النجدة لا يوجد كهف في المكان صحيح مفكر؟ حسنا أنا أظن أن بابا سنفور كان انظروا الفطر كثير هنا انظروا هنا أوه يلع من بركة ماء وأزهار جميلة هل رأيتم هذا؟ شرب من الماء وعاد شابا من جديد أوه يا لها من هدية رائعة لبابا سنفور هدية الشباب إنها من هدية الشباب من هدية الشباب أظن أن هذا يكفي هاي آه هذه بركتي وأنتم متطفلون أنه؟ إنه وحش أنت أنزلني أرجوك تريد أن تنزل؟ ما رأيك في هذا؟ أنت عجوز شرير ولئيم أردنا أن نشرب الماء فقط لا أحد يأخذ الماء من بركتي قبل أن يترك هدية لطيفة حسناً لقد فهمنا جيداً لذا سنكمل طريقنا هذه هدية جيدة لا إنه يعود لبابا سأنفور لا إنه ملكي الآن أعده أيها الكبير والآن خذوا الماء أجل الماء لكن لا تأخذه الكثير هيا أسرع يا قوي قوي انتظر ماذا تريدوا بعدها؟ أريد أن أقدم لك مفاجأة سأمسك بكم يا سنافر على فعلتكم هذه بهدوء لا نريد أن نوقذ بابا سأنفور هذا صحيح أخبر الآخرين شو 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 ما الذي تحاول فعله أن تقضى بابا سأنفور؟ والآن فلنعدها إلى الكيس هيا دعني أساعدك يا صغير قوي شكراً بابا سأنفور بابا سأنفور؟ أليس الوقت متأخراً على العمل يا أعزائي؟ سنأخذ هذين بابا سأنفور؟ لا 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 على كل سأنفور أن يحمل ما يستطيع بالمناسبة ماذا يوجد في هذين الكيسين؟ إنها مفاجأة هو يقصد أنها مأونا بابا سأنفور أشعر بالعطش تفضل بابا سأنفور؟ لا تشرب من هذه المياه القديمة بابا سأنفور سأحضر لك ماءاً عذباً لا 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 هذه جيدة حسناً سأخلد إلى النوم مجدداً لم أعد شاباً كما كنت ستعود شاباً قريباً آه عجباً لم يجد الماء نفعاً ذلك الوحش خدعنا وقد احتفظ أيضاً بكتاب بابا سأنفور أوه بابا سأنفور سيغضب كثيراً إذا عرف بالأمر إذن لنعطيه كل الهدايا عندها لن يغضب لست متأكداً من هذا الخصوص هل الجميع جاهز؟ أجل جاهز ها هو قادم واحد اثنان ثلاثة مفاشرة بابا سأنفور بابا سأنفور مرحباً يا سنافر بابا سأنفور هذا أنا لنلعب كرة المسانفرة أحسنت الالتقاط أرمي عليه أوه نجح تأثير الماء لكنه شرب الكثير أوه يا ويلي ماذا فعلنا؟ نحن في ورطة كبيرة من دون بابا سأنفور ينصحنا أمسكت بها واو يا لها من طريقة رائعة للعاب الكرة عجباً هذا مسلن اللاعب 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 هذا كل ما يريد أن يفعله بابا سأنفور أنا متأكد أنني لو تكلمت مع بابا سأنفور فسألت أيها السنافر لما أنتم حزنون؟ لدينا مشكلة كبيرة يا بابا سأنفور وأنت هو المشكلة لا أنت المشكلة أوه لا إنه صغير جداً ما الذي سيحل بنا من دون قائد؟ أتفضلون على لعب لعبة تلحق القائد؟ حسناً قفوا على رجل واحدة وفعلوا هذا هيا سنافر هذا مسلن دعونا نسليه حتى نعرف ماذا يجب أن نفعل والآن اقفزوا وأيديكم على خسوركم والآن اقفزوا في الواحد أنا أكره الواحد هذا سخيف جداً لو يمكننا سنفرته إلى طبيعته قد أجد تركيبة في مختبر بابا سنفور حسناً أي شيء يستحق التجربة؟ ها قد وجدتها تركيبة المحافظة على الشباب انظروا في المجالد الرقم 29 انظر لقد اختفى أوه أوه إنه الكتاب الذي أخذه الوحش إذن يجب أن نستعيده هل يمكنني المشيء أيضاً؟ هل يمكنني؟ هل يمكنني؟ آسف بابا سنفور أنت صغير جداً أوافقه الرأي بابا سنفور صغير جداً ويحتاج إلى من يعتني به وأنا مناسب لهذه الوظيفة لا أدري ما هو أسوأ مفكر أن نتركك هنا أو أن نأخذك معنا أن تأخذوني معكم أسوأ بكثير إذن يمكنني أن أبقى؟ أجل لكن غبي سيراقبك وأنت تعتني ببابا سنفور الاعتناء ببابا سنفور لن يكون خطراً مثل مواجهة ذلك الوحش عندما أكبر سأتعلم كيف أسنفر العجائب هذا ليس عدلاً هاي ولكن ما الذي يحصل؟ من أقفل المختبر؟ يجب أن تبقى خارج المختبر بابا سنفور لأن سنافر الصغار يجب أن لا حسناً حسناً لنلعب لعمة الغميدة إذن إنه دورك أغلق عينيك وعد إلى الألف قلت ألف؟ لماذا؟ ألا تعرف أن تعد إلى الألف؟ طبعاً أعرف لا لا يمكنك بلى يمكنني لا يمكنك بلى لا يمكنك سأثبت لك هذا أيها سنفور المزعج واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والآن سأجد السنافر الآخرين ثمانية وخمسون تسعة وخمسون ستون مفكر بابا سنفور ذهب إلى من الأفضل لك أن تساعدني يا غبي واحد وستون اثنان وستون لكن مفكر ماذا لو تهب بابا سنفور؟ يجب أن يتوها وعلي أنا أن أبحث عنه نحن نلعب لعبة الغميضة وقد جعلتني أنسى أين أصبحت في العدل عجباً آسف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها هو إنه نائم، هذه فرصتنا آه، إنه لا يخيفني أوه، عجباً، لابد من أنه هنا في مكان ما هل هذا ما تبحثون عنه؟ آه، الكتاب ملكي أنا وقريباً سوف تكونون ملكي أيضاً oh لا يمكنكم الهرب اوه انه محق ارجوك ايها الوحش دعنا نذهب لن نذهب احد الا اذا حصلت على هدية لكننا لم نحضر شيئا انا افعل لا لا يمكنك ان تخدع وحشا مرتين وهي اخدعك انظر انها هدية جميلة ايضا يا عزيزي ولكن ان كنت لا تريدها فاعطني تلك الهدية انا احب المفاجآت اخربوا اذا من احترى الكتاب الكتاب اوه لا يا ويلي لا تنظروا الي سنحتاج الى قوة عجيبة اخرى لنخضع ذلك الوحش مجددا بابا سنفور يجيد القوى الخارقة ولا نعرف صاحب قوى خارقة اخر لكننا نعرف مشاوذا ليسا شر 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 من الجيد ان اكون في مكان بعيد عن الغابة وعن السنافر انا اصطاد سمكة كبيرة لتحضير طبق شاهي مرقبا ايها الهيرد هل مرة سنافر من هنا؟ ربما لن اشعر بالجوع كثيرا هل قلت سنافر؟ اجل سنافر هاي هل انت وحش؟ وحش؟ لا 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 انا شخص لطيف وودود حقا؟ اوه لكنك شخص قبيح جدا ما تشبه الوحش يا لك امين هل هول امسك به؟ مياو هاي اريد الهيرو ان يلعب معي؟ لا يمكنك الامساك به لا تسمح له بالهرب توقف هاي انت لست شخصا لطيفا توقف ايها البائس ابزقت بك عد الى هنا اوه لا تدعه يهرب امنعه من الهرب اتمنى على سنفورا واحدا مجددا اوه شر شبيل المزيد من السنافر اذهبوا من هنا اصبحت عاجوزا على مطردتكم ايها السنافر لكن شر شبيل لقد وجدنا ما تحتاج اليه وماذا يكون هذا؟ نعرف مكان بركة ما ان ستعيد اليك شبابك شبابي احقا وجدتم ينبوع الشباب؟ اجل وسندلك على مكانه اذا وعدتنا بان تعيد الينا الكتاب من الوحش هناك لكن كيف اتأكد من ان هناك ينبوع حياة؟ اين دليلكم؟ اه دليل حسنا مرحبا ماذا وقت طويل لم اراكم فيه؟ هاي انه ذلك العجوز الشرير لنقضي عليه على مهلك بابا سنفور نحتاج اليه بابا سنفور؟ هذا بابا سنفور؟ انتم اذا تقولون الحقيقة؟ هاي اند الى ماذا تنفر؟ انزلني على الفاور في المرة المقبلة سنفر على احد بحجمك حسنا ساعيد لكم كتابكم القيم ارشدوني فقط الى ينبوع الحياة ذاك الينبوع من هنا يا شر شبيل والوحش ايضا عسنا لن يتمكن من مواجهة شعوات ذاتي انتظروا هنا ولكنه لم يسأل حتى اين هو الكتاب لا يمكننا الوثوق به اي سنفور يعرف هذا انت محق بابا سنفور لكن ربما سيساعدنا رغم عنه هيا بنا لا اثر لوجود الوحش يكون هذا سهلا لا احد يأخذ من مائي من دون ان يعطيني هدية هدية طبعا طبعا لدي واحدة هنا في مكان ما ها هي كنت وحشا شريرا الآن لن تكون خطيرا اتفرع ذا ها هي عصلك خطأ ما سوف احولك الى فراشة لطيفة عجبا يالهم المشاوذ غبي لهذا السبب طلبنا مساعدته هيا بنا لنحضر الكتاب بنا سوائة هيا لقد لقمت ودرسا اوه يا ويلي لم نصل الى البنول المناسب بعد ربما اذا وقف بابا سنفور على كتفك سنفورا بابا سنفور بابا سنفور أنا هنا وهذا كتابكم لا تخف بابا سنفور أمسكت بك أحذروه يكاد يمسك بنا أرقض هلول بسرعة 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 هلول أرقض وهكذا يا بابا سنفور أردنا فقط أن تكون أصغر بقليل كانت مفاجئة لكنك الآن صغير جدا ولا يمكنك أن ترشيدنا أتعنينا أنني سأصبح قائد السنافر عندما أكبر الأول والأخير بابا سنفور حسنا إذن ماذا ننتظر مدى وقت طويل على وجوده في الداخل آمل أن يكون عارفا بما يفعل يا ويلي بابا سنفور هل أنت بخير؟ بابا سنفور مرحبا أيها السنافر الصغار أوه بابا سنفور من الجيد أنك عدت عجوزا مجددا مرحبا يا بابا سنفور حسنا لست عجوزا جدا 999 ألف إن كنت جاهزا أم لا أنا آتن مفكر إن بابا سنفور هناك أخبرتك لا تعطيني تلميحات عن مكان اختبائه من الأفضل أن تستسلم بابا سنفور لا يمكن لأي سنفور أن يخدع مفكر وأخيرا اكتمل اختراعي يبقى شيء واحد الاختبار الأخير اهدأ اهدأ يا حيواني الصغير لا تقلعك أولا اللون البنفسجي حتى الآن كل شيء جيد والآن الأخضر ممتاز والآن قطر واحدة من اللون الأزرق وأصبح أغنى مشعوذ في العالم هيا هيا لا تبقى هكذا تكاثر أجل 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 هل تعرف ماذا يعني هذا هل هل تعرف أنا غني غني هل سمعتني؟ لم يعد علي القبض على ستة سناف لأصنع ذهرا علي القبض على واحد فقط وتمريره تحت آلة التكاثر أحيانا أكون ذكيا جدا يا قبال سوف تغلي بسرعة الشعقة فيها لنعب لعبة أكره اللعب أعتقد أن هذه فكرة رائعة سنفورة كما يقول بابا سنفور دائما اللعب هو طريقة رائعة لتشغيل العقل أنا أكره تشغيل عقلي أقترح لعبة رائعة ثبت الزيلة على السنفور ليست هذه اللعبة ليست مسلية كما أنني أخسر دائما ما رأيكم في البحث عن توتي السنافر؟ وجدت لعبة رائعة لم نلعبها منذ وقت الغميدة فكرة رائعة سنفورة مفكر ابدأ العدد لما أنا دائما ؟ في ثبت الذيلة على السنفور أنا أبدأ في لعبة المطاردة أنا أبدأ في غميضة السنافر أنا أبدأ لابد أنني موهوبٌ جداً في هذه الألعاب سنفور ألف سنفور ألفين سنفور ثلاثة آلاف سنفور أربعة آلاف سنفور خمسة آلاف سنفور ستة آلاف سنفور سبعة آلاف آملو أن ليجدني إلح Aaron وقت النوم سنفور لثمه سنفور فسعة آلاف سنفور عشرة آلاف عجباً، أين عسى يا أختبئ؟ حسناً، سأبدأ السنفرة عنكم عجباً، شكراً يا قوي سوف أجدهم بسرعة بما أنه لا فكرة عندي عن مكاني أعتقد أن من الأفضل أن أفترض أنني ضائع لست ضائعاً لقد وجدتك لا تقلق يا منجم الذهب فبعد علاجي ستصبح أفضل بكثير أفضل بست مرات والآن جاء الوقت المنتظر أولاً البنفسجي والآن اللون الأخضر والآن يا صديق الثرفار وخلال الثانيتين أنا شرشبيل الرائع سأستخدم المعدن العادي وأحوله إلى ذهب ذهب، ذهب شرشبيل أنت غبي جداً لأن الكل يعرف أن عليك الحصول على ستة سنافر لتحصل على الذهب أنت محق، وبفضل اختراعي الصغير بعد لحظات سيكون عندي ستة سنافر ستة؟ هذا مستحيل تماماً إذا كنت أعرف شيئاً واحداً فهذا أمر جبه مستحيل على الأرض لأنه مضى عنه بابا سنفور بابا سنفور بابا سنفور رجل؟ ما بكم يا سنافر الصغار؟ أوه أنا قلقة لا يمكننا سنفرة مفكر في أي مكان قد يكون ضعف الغابة أو تأذى اهدأ الآن يا سنافري أنا واثق من أن لا داعي للقلق لا بد من أنه يسنفر عنكم ولكن نحن مختبئون منذ فترة حتى مفكر نفسه لكان وجدنا الآن أسنا علينا البحث عنه إذن سأقلي بعضاً وأخلل بعضاً وأشوي بعضاً وأحمس وأشوي وأبيع بعضاً من الأفضل أن نحاول الهرب كما يقول بابا سنفور أنا أعرف ماذا يقول بابا سنفور أعرف أفضل من كان أسكت بلا فرثرة وإلا أطعمت خمسة منكم إلهة الهون وأعطت صنع المزيد والآن هنا كنت أجل أجل القليل من ظفر قزم مطحون نقطة صغيرة من حليب الوطوات ورشة صغيرة من حافر حصان لنرى الآن ما مقدر كمية لعاب أفع البحر كمية وافرة كمية وافرة كمية وافرة أيها الصغار الكرهون ماذا فعلتم بي؟ كان علي وضع كمية صغيرة الآن علي إحضار المزيد كنا فقط نحاول مساعدتك أنا لم أفعل وأنا أيضاً أسكت يا حشرات الهول راقب هؤلاء السنافر وإذا لمست واحداً منهم سأحولك إلى سجادة صغيرة أقترح أن نثني القطبان الحديدية أنا أرى أن الأمر يتطلب طريقة علمية كما يقول سانفور شاطر دوماً بتفكير جيد والأداة المناسبة لا شيء مستحيل لنهرب من هنا من هنا لا من هنا بأي اتجاه مفكير أين أنت؟ مفكير رأب مفكير لفترة طويلة حتى أنا بدأت أقلق ها هو بابا سانفور آه أخيراً أين كنت يا مفكير؟ آه بابا سانفور سانفرت مفكير هذا رائع لكن ما الذي يحصل هنا؟ آه بابا سانفور آه عجباً إذن ذهب شرشبيل لإحضار المزيد من لعب أفعى البحر أجل بابا سانفور من السانفرت إذن أنكم هربتم كل ما علي فعله الآن هو إيجاد حل للمسألة في كتابي أقترح أن تتفرقوا وأمكسوا مع ست سنافر لأتمكن من حل هذه المسألة المعقدة عليك الحذر أكثر تقوم بالأمر بطريقة خاطئة أو لو أمكنني فقط تقديم اختراح صغير الأفضل أن تدعني أقوم بالأمر في النهاية أنا خبير يا خياط وعلى الشخص أن يتقبل دوماً نصيحة جيدة كما يقول دائماً بابا سانفور لا يمكن أن أتفرق كذب استمار لقد رجعت كل كتبي ولم أتمكن بعد من حل مشكلة مفكر حتى الآن آه أعرف جيداً كيف تشعرون لدينا الكثير من مفكر أكره مفكر المتكاثر يجب علي تحليل وصفة شرشبيل وكوني أعرف أن آلة التكاثر موجودة عنده علي أن أخذ السنافر الستة المتكاثرين معي سنرحل في الحال لا وقت أمامنا نضيع أمر هؤلاء السنافر غريب أنا أصاب دوماً بدوار البحر يا لحظي الرائع أنا محذوذ عندما أجد لعاب أفعى البحر تظهر أمامي فجأة أفعى البحر النجدة علي أن أقرأ لائحة مكونات شرشبيل لإيجاد الترياح حسناً لن يكون الأمر الهول إن شرشبيل قادر من دون أدنى شك لست واثقة من أن بإمكاني قراءة الوصفة كلها لا وجود لأي مكون ناقص السر لعكس هذه العملية هو مضعفة المكونات ستة مرات ووضعكم تحت الآلة رجعياً كان يجب أن أنتبه على المرء دائماً ألا يتجاهل الواقع نحن جاهزون عندما تريد مهلاً دقيقةً يا مهلاً مهلاً مفكرياً صغار قد يكون هناك عيب صغير في خطتي سهوت عنه تشغيل الآلة عكسياً قد يتسبب أيضاً بانفجارها لكنها تنفجر فقط إذا أضفنا كمية من نفس التنين أنا لم أكن خائفاً عرفت ذلك طوال الوقت وأنا أيضاً اسكت الآن يا سنافر سوف أشغل الآلة ربما علينا أن نساعد بابا سنفور لا يا مفكر أعتقد أن لدي فكرة أفضل استعدوا أو 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 إلا قد بدأنا نعتاد وفعرفنا لا أعرف إذا لقد نجحت الغطة طابعا أنا عارفت أنها ستنجح سنفور مفكر يسعدني أنك عدت سنفورا واحدا مجددا فأشوي بعضا وأحمس وأشوي وأبيع بعضا هاي حصلت عليه يا هلول لعاب أفعل بح بابا سنفور لطف منك أن تزورني بابا سنفور الآن سأصنع 12 سنفورا وأحصل على الذهب لا لا هلول لا لا هلول ماذا فعلت أيها الهيرو الغبي لا بلا صغير هيرو مقرف تركناهما يا هربان كم أنا غاضب بعد تفكير ثانية بل خامسا بوجود ستة مني سيكون أسهل القبض على السنافر على كل واحد أن يقبض على واحد لماذا أصنع مئة مني بل ألفا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لن أعيد عملية التكاثر أبداً فانفجار واحد كهذا يكفي وكما قلت لبابا سانفور هناك درس نتعلمه من كل ما حصل طبعاً يا مفكر لابد من أن رؤية نسخ عدة علمتك شيئاً مهماً عن شخصياتك أو بالطبع بابا سانفور تعلمت أن سانفور مفكر واحداً لا يكفي أبداً للجميع أما إذا وجد مني كثيرون وحيد مجدداً